ارجعنا لكم مرة تانية قلت لحضراتكم في بداية الحلقة ان ناس كتيرة لما بتسمع كلمة الزبحة صدرية بيبقى ليها وقع مخيف على ودنهم لان كلمة الزبحة نفسها جايز تكون كلمة قاسية شوية بس الطرق العلاج والوقاية اللي هنعرفها في فقرتنا دلوقتي مع الدكتور أدهم اتمنى انها تخلي وقع الكلمة ابسط واسهل واخف طالما سلاحك ودفاعك هو علمك ودفاعك هو الطب الحديث بسأل خير مرة تانية يا دكتور أدهم بشرفني قبل ما نتكلم بقى عن التدخل وحضرتك من الناس ما شاء الله اللي بتتدخله وبتعمله حالات كتير العلاج الدوائي ايه هل فيه يعني حاجة بتسبق ان احنا ندخل ونتدخل جوه الشريان هل فيه ادوية ما زالت لها تأثير الحقيقة ان العلاج الدوائي ليه دوره دور الاولاني دور العلاج الدوائي المزمن احنا بنتكلم على دوره في الحالات القصور المستقر اللي هي الزبحة المستقرة ايه بدون الجلطات والزبحات الغير مستقرة دوره في توسيع الشريان دور موسعات الشريان دور الأدوية اللي بتخافز على عضلة القلب دور الأدوية اللي بتقلل الحملة على عضلة القلب دور الأدوية الوقائية زي أدوية الكوليسترول والدهون كل ده مفيد كل ده موجود ومفيد وليه دور كبير جدا 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 جنبا إلى جنب مع التدخل احنا بنتكلم اولا عن الحالة المستقرة اللي هي الزبحة المستقرة يعني ممكن الدواء ميرجئنيش ان انا اوضل التدخل بالظبط في بعض الحالات مع وجود احتفاظ عضلة القلب بقوتها الطبيعية والسيطرة على المرض مع العلاج قد لا نلجأ إلى التدخل على الاطلاق اما بقى الوجه الاخر اللي هو حالات القصور الغير مستقر فالدور الاساسي بتاع الدواء هو دور تحضير للأسطرة لان الحقيقة في العقد الاخير وفي الفترة الاخيرة ما اصبحش فيه دور كبير لمزيبات الجلطة كعلاج لجلطات القلب الحادة في وجود أسطرة يعني اذا تواجد أسطرة على بعد ساعة ونص من المريض فلا يوجد دور للتدخل عن طريق مزيبات الجلطة فاحنا دورنا بالأدوية بس المحضرة للدعمات لكن لو مش هيقدر يوصل لأسطرة طبعا يبقى انا هنا بتبقى ميزة ان انا يبقى عندي دواء مزيبات الجلطة مزيبات الجلطة تمام تمام نخش بقى في اللي احنا عايزين نسمعه كلنا انتو بتعملوا ايه وبتعملوا الكلام ده فين ومين العيان اللي بيبقى مناسب ان انا لازم ادخل او يعني ينفع ان انا ادخل وادخل جواب أسطرة واشتغل في شرايينه يعني ايه الاعتبارات اللي بتبقى قدامك احنا الحقيقة ما عندناش موانع تامة للأسطرة يعني ايه ما عندناش موانع تامة يعني ده عندنا حاجات بتعلي من خطورة الأسطرة تخلي الخطورة أعلى لكن ما عندناش حاجة تمنع عمل الأسطرة بشكل تام ده بيخلينا ان احنا نعرف ان اذا كانت الأسطرة ضرورية وتنقذ حياة المريض زي في حالات الجلطة الكبرى نادرا ما يتواجد حالات ما بدأدرش نتدخل بالأسطرة تدخل مباشر الأسطرة هي في بدايتها هي عبارة عن نوع من أنواع الأشعب السبغة على الشرايين التاجية اذا فاحنا بنستخدم سبغة فوجود اي ضعف او قصور بالكلة ده بيخلي خطورة الأسطرة أعلى واحتمالية الغسيل او احتمالية التعب في الكلة اكبر ده مش مانع تام لا يمنع الأسطرة تماما بالذات في حالات الجلطة الكبرى الحقيقة ان المريض بتاع الجلطة الكبرى كل الارشادات العالمية والدولية بتقول ان المريض ده المفروض ان احنا بمجرد تشخيصه بجلطة كبرى بيدخل الأسطرة مباشرة بيتم اعداده ويدخل الأسطرة مباشرة انا عندي صورة برضه عشان انا سيبقى متخيلة لكاث لاب او المكان اللي بنعمل فيه الأسطرة هو دي غرفة الأسطرة بتاعتنا ممكن بسرعة كده مكوناتها كده والصورة موجودة هي غرفة الأسطرة عبارة عن جهاز أشعة متحرك اللي احنا بنقول عليه سي ارم اللي هو الابيض اللي في الشمال ده اه في اخر الصورة والجهاز ده بيبقى حوالين طرابيزة طرابيزة دي متحركة شبه طرابيزة العمليات بالضبط اللي بي نام عليها المريض عشان نقدر نصور شرائنه لما نحقينها بالسبغة عن طريق جهاز الأشعة الموجود واللي قدامنا دي الشاشات اللي احنا بيظهر لنا الاسود ده عبارة عن عدة شاشات بيطلعت عليها الصورة اللي صورها جهاز الأشعة او اللي احنا بنصورها دلوقتي اللي احنا شايفينها دلوقتي يعني بيبقى حاجة لايف يعني اللي حاصل جوه أنا شايفه على الشاشة قدام تمام تمام بتستعمل إيه دكتور عندي صورة تانية عبارة عن طقم كده عندنا دي صورة للإبرة والمدخلات بتاعة الأسطرة إحنا الأسطرة في بدايتها في بدايتها ده إحنا بنتكلم في السبعينات كانت عبارة عن بيعملوا فتح فتح صغير بنقول عليه كاتداون اللي هو فتح على الشريان يقدروا يفتحوا بمشرة عشان يقدروا يصلوا إلى الشريان الحقيقة أن الكلام دلوقتي طبعا ما بقاش على الإطلاق الكلام ده بقاله فترة طويلة الأسطرة عبارة عن زي تركيب القسطرة الوريدية بالضبط زي كانيولا أو القسطرة الوريدية هي عبارة عن شكة إبرة اللي هي الإبرة اللي كانت موجودة عندنا في الصورة وعن طريق هذه الإبرة بنقدر ندخل بحاجة اسمها السلك المرشد ومن السلك المرشد ده بنقدر ندخل عليه بالمدخل اللي هو اللي برضو كان موجود عندنا في الصورة وده حاجة شبه الكانيولا بالضبط بس بدل ما بندخل بيها في وريد بندخل بيها في شريان زي شريان الفخزة أو شريان الساعد مثلا عن طريق هذا المدخل وهو الحقيقة هو دي الحاجة الوحيدة اللي بيحس بيها المريض إبرة شكة إبرة وبعدين مدخل وبعدين الأسطرة تخش من المدخل فهو ما بيحسش بحاجة تانية هو ما بيحسش بالأساطر والأسلاك والكلام ده هو ما بيحسش بيها على الأطر هو بيحس بشكة الإبرة الأولانية زائد المدخل وهو داخل ده رحلتك بقى بتمشي ازاي بيتخلق مثلا من الفخد لو دخلت من شريان الفخد إحنا الفكرة الأساسية للأسطرة بتعتمد أن الشريان كلها متوصلة بالضبط هي شجرة طلعة من الشريان الرئيسي في الجسم اللي طالع من القلب اللي هو الشريان الأورطة الأورطة كبير فإحنا أي شريان فرعي نقدر نرجع منه بالخلف لغاية لما نوصل لشريان الأب زي الشوارع شريان الأكبر 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 زي تفرعات نهر زي الترع الفرعية تتفرع للترع أصغر 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 ونوصل منها للنهر الرئيسي أيوة فإحنا بنقدر نوصل من الشريان أي شريان فرعي زي شريان الفخذ وهو شريان كبير طبعا أو شريان الساعد نقدر نوصل منه عن طريق أن نمشي عكس اتجاه شريان الدم طيب وصلت بقى للأورطة لغاية لما نوصل للأورطة هتخش بقى الشريان التجاهة ازاي الشريان التجاهة هي أول شريان بتطلع من الأورطة أول فروع طلع أول ما بيخرج من القلب فوق الصمام الأورطي على طول بيطلع الشريان التجاهة بتقدر تخش منها بنقدر نخش منها الحقيقة أن الدخول منها ما بيبقاش هو ده الحاجة الصعبة ده التحدي ده التحدي لأن احنا في معظم الحالات عندنا الأساطر اسمها بريشيب بريشيب دي يعني هي مشكلة سابقا الأسطارة بيبقالها شكل يساعد وده التكنولوجيا والتطور أن بيساعد على دخول الشريان بدون ما نعمل تحركات أو مانيبيوليشنز كتير عشان ما نقزيش المريض فهي الأسطارة الحقيقة بتخش بطريقة سهلة في الشريان ومتشكلة على شكله متشكلة على شكل التجويف بتاع الأورطة عشان توصل للشريان بتاع القلب أسطارة مخصصة للشريان الأيصر الرئيسي وأسطارة مخصصة للشريان الأيمن تمام تمام وعن طريق هذه الأسطارة بعد ما بنقدر نوصل منها بنحقن السابقة عشان تتفرج بقى تشوف المنظر بقى جوه عامل إزاي بالزبط نعرف إيه اللي موجود ديق واسع مسدود بالزبط إيه اللي نقدر نعمله الخطوة الأولى دايما بتبقى بالنسبة لنا هي أن احنا بعد التصوير إذا وجدنا سادد يجب إصلاحه أن احنا بندخل بحاجة اسمها السلك السلك المرشد السلك ده بنقدر ندخل به جوه الشريان الروفاية قوي اللي احنا عايزين نتدخل فيه جوه هذا السلك نقدر نعدي فوق هذا السلك نقدر نعدي على اللي احنا عايزينه زي ما نحب نوصفه دايما نحنا بنزحلقه عليه نقدر نعدي عليه الأداة اللي احنا عايزين نتقل بيها بالزبط الأداة دي قد تكون بلونة قد تكون دعامة قد تكون أسطارة شفط بتوشفوط الجلطات قد تكون أسطارة حقن دواء في أساطر بنحقن عن طريقها الدواء أنا حب بس أوضح أن كل الأدوات دي المريض ما بيحسش بيها لأن إحنا عندنا مجرد ما المدخل دخل في الفخز أو دخل في الساعد هو بيدخل الأسطرة من جواه وكل الحاجات التانية بتدخل جوا الأسطرة فهو دي حاجات بتبقى رفاعة جدا جدا إلى درجة أن المريض ما بيحسش بيها ولا بتبقى عملاله أي مشكلة أو شعوره أشكرا هو صاحي المريض صاحي وفيش تخدير وفيش حاجة بالضبط طيب إيه بقى الحاجات اللي ممكن تتعمل في مكان الجلطة أو مكان الضيق إيه البدائل اللي عندك البدائل اللي عندي رقم واحد أن إحنا نعدي أول حاجة السلك المرشد في بعض الحالات الفزيرة إذن يفوت بالضبط إحنا لو ما قدرناش نعديه ما بنقدرش نعمل أي شيء آخر والحقيقة إن في حالات الجلطة ما بيقاش فيه صعوبة عادة في تعديل السلك لأنها بتبقى لسه فريش لسه حصلة بالضبط مش متكلسة على عكس الحالات المستقرة المتكلسة اللي بقالها فترة طويلة ممكن ما عرفش نفوت ممكن ما نعرفش نفوت ونحتاج أدوات مخصصة أكثر صلابة عشان نقدر نعدي بعدما السلك ده بيفوت بنقدر في حالات كتير قوي بيبقى هي حتة تجلط صغيرة قوي هي اللي سدفة ببقرة بعبور السلك خلال بيفتح صراين الدم جميل وهنا بيبقى الخطر الكبير راح عد اللي هو المنطقة اللي فيه خطر زي ما احنا قلنا عليها في الأول اللي هي مش وصل لها دم اللي هي بقى عرضة لأن الحاجة تدي من العضلة تموت بس انت من المنظر في الأشعة بعد السبغة تقدر تقول الشريان ده ممكن يقفل تاني وهو غالبا متصلب وجواه ضيق ولذلك بعد ما الشريان بيفتح ممكن نحطه جواه بنحطه جواه الدعامة اللي هي بتدعم الجدار بتاعه ودي عبارة عن حاجة عاملة شبه كده اللي يشوفها من بره شبه سوستة الألم بالزبط حاجة رفيعة جدا أرفع طبعا كمان حاجة رفيعة جدا من مواد حديثة من بلاتينم من تايتينيوم من كوبالتكروميوم من مواد حديثة لا يتفاعل معها الجسم بتدخل الدعامة دي تتحط في مكان الضيق تقدر تعمله توسيع وتدعم الجدار بس عشان قبل بقى ما تخيل الدعامة دي تحطت في الحتة دي انت فت وكان فيك جلطة انت شفتها ولا مجرد زقتها لان انا هتساءل هتروح فين بعد كده الجلطة هتروح تقفل حاجة تاني الحقيقة الكلام ده كلام صحيح 100% نظريا الفكرة كانت ان احنا لازم نشفت الجلطة دي زي الجلطات بتاعت المخ زي حالات كتير ان دي لازم تتشفت عشان ما تروحش في حتة تانية مظبوط الحقيقة ان ده مش ساري في معظم الحالات ودور بتاع اساطر الشفت دلوقتي ما بقاش زي الاول عمليا بقى اللي بيحسن الحقيقة عمليا من حوالي 4-5 سنين كان فيه دور كبير قوي لأساطر الشفت ان احنا ندخل نشفت الجلطة التجلط الموجود بأساطر الشفت عشان بنخفت روح حتة تانية بنخفت روح حتة تانية وجدوا ان بالابحاث برضو زي ما قلت الحريطات بيعملوا ابحاث احصائية ان الحالات اللي بيتعمل معها اسطرة شفت نتائجها ما هيش افضل بكتير من اللي ما تعملش معها في الا في حالات نادرة اللي موجود فيها حجم كبير قوي 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 للتجلط الجلطة حجمها ضخم جدا تجلط الدم اللي هو الدم المتجلط فالحاجات التانية الوسائل التانية ما بتجيبش نتيجة فبنحتاج في هذه الحالة نشفتها لكن في معظم الحالات لا الجلطة دي بتبقى زي حاجة صغيرة قوي 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 لدرجة ان هي ما بتسدش اي شريان لما بتروح للاسفل بتمشي مع الدورة بتمشي مع الدورة الدموية ما بتسدش حاجة هي السبب ان هي سدت الشريان ده ان ده كان فيه دي في المكان اللي هي وقفت عنده هي زي حاجة متجلطة وسدت المكان هي لزقت كمان على جدار وحش بزبط وبيبقى سهل ان حاجة تجمع عليه ولها طبعا ميكانيزم معين بزبط طيب احنا وصلنا للستنت اللي هي السستة دي خلاص بتسيبها وتخرج بزبط وانت تطمنت خلاص دلوقتي ان الشريان ده هيفضل مفتوح مش هيقفل بإذن الله مبتحقنش بقى حاجة في الحتة دي حاجة تدوب حاجة تحسن الول كانت قريد حاجة قريب ان فيه زي شيفنج بيعملوا زي كشت للدهون اللي ترسبت او بتاع ده ده كلام فعلا بيتعمل لا هو فيه كشت فيه اداة زي بنبقى عليه الشينيور لكن دي موجودة للتكلس الحقيقة للتكلس اه للحالات المتكلسة ومش في حالات الجلطة يعني ما بتستعملش عادة في حالات الجلطة بتستخدم في الحالات المستقرة المتكلسة وانا عاوز اه اسلك اسلك الشريان ده بالزبط اللي فيه حاجة اسمها شينيور طبي بيدخل جواه قسطرة طبعا شينيور وفيعة جدا بتدخل جواه بلف سريع جدا يكسر الحاجات دي تكسر التكلس ده وتقدر تسحبه تمام لكن احنا فيه ادوية عندنا موجودة لكن الادوية معظمها هي ادوية سيولة اللي احنا بنقدر نستعملها الهدف منها ان احنا لو عندنا حجم كبير من التجلط بعض ما حطينا الدعامة لقينا رواسب للتجلط على جدار الشريان نقدر نمشي العيان عليها سواء عن طريق الوريد سواء حقن عن طريق الوريد بعد الجلطة لمدة 24 ساعة او عن طريق الحقن داخل الجلطة برضو دي لها دور معين محدود مش في كل الحالات زائد بقية ادوية السيولة في بعض الادوية سعب بنالجأ لها في بعض الحالات زي لما بيحصل عندنا انسداد في الشرعين الفرعية رفيع اقوي ساعات بيبقى زي ما قلت لتساعتك هو زي النهر الاناية الرفيعة اقوي بتبقى مسدودة فما بيوصلش الدم برغم ان الشرعين الرئيسي بيبقى مفتوح وكويس لكن الفروع لا الفروع لا فبنحس ان العضلة ما وصل لهاش الدم ففي هذه الحالة ساعات بنقم بعض المواد اللي بتساعد ان الشرعين دي يفرز فيها مواد تساعدها انها تستقبل الدم بصورة افضل طيب قبل موقتي خلاص بس مريض الخصور الشرعين التاجية بعد ما يعمل الاسطرة والدعامة هيعيش ازاي ليهمني بقى شكل حياته الرياضة العمل الانفعال الاكل يعني هل هيعيش طبيعي يرجع هيعيش طبيعي ويعمل نفس الحاجات اللي عملتله من المشكلة من الاول الحقيقة احنا عندنا فيه جزء كبير قوي 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 دلوقتي يواخد اهتمام كبير قوي عندنا اللي هو اللي هو اعادة التأهيل المريض ما بعد الجلطة او ما بعد قصور الشرعين التاجية بيحتاج لتأهيل اللي هو ان احنا نعرفه هو هيعمل فيه حياته القادمة اولا لازم نبقى عارفين ان الحاجة اللي تسببت ان الشريان الاساسي يتسد اللي ربنا خلقه متوقع ان هي تتسبب ان اي حاجة البديئة دم عملها تتسد فمتوقع ان ممكن الدعمات تتسد طبعا متوقع ان الدعمات الحديثة او الزكية او الدوائية انت المريض مصر على نفس الكلام حتى اذا عمل جراحة متوقع انها ممكن تتسد طبعا بل بسرعة اكبر من الشرعين الرئيسيا نعمل لربنا خلقها الطبيعية طبعا لازم اولا بيغير نمط الحياة طبعا بيغير نمط الحياة من ناحية التدخين من ناحية الاجهاد الزهني او العصبية نوع الغذاء من ناحية تصبيت السكر لو هو السكر عنده سكر ومش مزبوط يلازم يتزبط من ناحية تصبيت الضغط من ناحية نوع الغذاء والقصور من الدهون الحركة الحركة والرياضة الحركة والرياضة احنا بننصح به مريض القلب طبعا ما بعد الجلطة مباشرة لازم بيبقى فيه فترة نقاها ما يرهقش نفسه ما يرهقش نفسه مباشرة بعد الاصطاء لكن المريض اللي تم عمل اصلاح كامل ليه يعني بعد الدعمات او بعد الاصلاح ما بقاش عنده فيه شرايين اخرى فيها ديء احنا بننصحه نقول له احنا عايزينك تمارس حياتك زي الاول واحسن من ناحية المجهود من ناحية الرياضة من ناحية الشغل من ناحية العلاقة الزوجية من ناحية كل الحاجات الطبيعية في الحياة انه يقدر يمارس وهو ده هدفنا من العلاج يعني الهدف من الدواء مش اننا خلي نفسه وقال له انت تنام وتستريح لاننا اقول له انت هترجع تمارس حياتك بصورة طبيعية حيان المريض الجلطة اللي لم تتأثر وظيفة عضلة القلب بالجلطة يعني يتلحق بدري يقدر يمارس حياته بصورة افضل وبنشوفهم بيمارس حياته بصورة افضل من الاول وبننصحه بعد فترة ان هو يمارس الرياضة كمان ويزود فيها لان ده بيحسن من سرايان الدم في الشغلين تمام تمام الف شكرا دكتور بشكرك دكتور ادهم جدا نورتني في الحكيم في بيتك وان شاء الله نشوفك تاني قريب وبشكرك مرة كمان على حلقتنا اللي اتمنى من خلالها نكون طمين نقلوب كل الناس اللي بتفرجوا علينا اللي اتمنى يكونوا دلوقتي عارفوا كويس اوي ازاي يهتموا بصحة شرايينهم وسلامة قلوبهم في حكمة انجليزية بتقول العلم هو الشريان اللي من خلاله مشاكل الناس بتتحل وده يدل على ان كل الثقافات مش بس الثقافة المصرية هي اللي بتقدر ايمة الشرايين ويستخدموها للتعبير عن الشيء المهم في امثالهم واقوالهم وانا بصراحة بلاحظ ان الناس كتير بتهتم بصحيطها الخارجية وشكلها الخارجي ما بيهتموش بكل ما هو داخلي عشان كده من مكاني هنا عايز اقول لكل اللي بتفرجوا علينا اوعوا تستهونوا بشرايينكم وبسلامتها خاصة الشرايين التاجية اللي قلتلكم انها تاج قلوبكم حلقتنا لسه مخلصتش وكلامنا عن الشرايين التاجية وصحة القلب لسه مخلص هنطلع لفاصل ونرجع مع الدكتورة هيبة المغربي اللي هتكلمنا عن انسة بطرق التغذية المناسبة لصحة وسلامة الشرايين التاجية وكمان سلامة قلوبنا كل دو اكتر هنعرفه بعد الفاصل